اشتركوا في القناة من اصعب المبارات واهم المبارات كمرحلة يعني فرقة تودي دجلة عندنا في حساباتي يبقى لهم سنتين او تلاتة من اصعب الفرق من وجهة نظرنا الشخصية في المواجهة يعني فرقة عندها ثقة عندها لعبة بتجري كتير جدا عندها تحضير كويس جدا بيلاقوا بعض بشكل كويس قوي التحركات في منتهى الروعة يمكن لو في شراسة اكتر شو على الجول في اي مبارات بيلعبوها ممكن يبقى نتجتهم اكتر من كده لكن من الفرق اللي انا بعملها حساب شديد جدا فرقة محترمة جدا لانا مباراة يوم الاثنين مع الحرس مفيش وقت خلاص تولي المبارات وربان ينسطر على الاصابات اطبعا فرقة الحرس كمان مع كابتن حليم والمجموعة ككل وعملين شغل طبعا كويس وهناك هناك في اسكندرية والفرق الزمني ما بين المبارات والمبارات التانية يعني أولا شويات مانا بس ان الجدول يجيلي اللي بعد المبارات الحرس هتيبقى يوم كام يعني تمنى بكرة ولا بعد ان شاء الله لكن استعدادنا لها وهمية المبارات زي اهمية ديجلة بالضبط ممكن افريقيا اللي مؤخر تقالي التحدي الكرة بشعر في بحث الجدول ولا حد احنا سمعنا اشياء عن افريقيا احتمال تأجل مبارات لشهر عشر قد يكون يعني قد يقول برضو التحدي الكرة في حساباته مين المبارات هتتحددها ولا لأ بشكل بشكل مؤكد ولا لأ او هيتم تأجلها ودي برضو لغز الحياة يعني احنا بنعرف المعلومات دلاتي من الصحف المغربية ريت السوشال ميديا مثلا يعني او طوق قعد احنا بنعرف الصحف المغربية او المسؤولين في المغرب وده لغز الصراحة شديد جدا يعني حتى لو فيه اتجاه او فيه قرار مؤجل ولا حاجة المهم ما يبقاش معلن يعني لان انت بتكلم على على اطراف للمنافسة او اطراف المبارات يعني فانا مش فاهم ده مش اول مرة ولا تاني مرة ده مرات كتير جدا بتتعرف الاخبار بقابلها بكتير وبتتناول هناك بشكل كويس حتى الجدول لما بتحط في الجدول المغربي يعني بيبقى كنه تأكيد او تصميم او اسبات حالة يعني فمش عارف الصراحة ده لغز الشديد جدا يعني قرأت اللي ديانجي هرب وانا صدقت الكلام اللي تأهل لقيته النهاردة في القيمة وبيلعب كمان ازاي كابت هرب امتى ورجع امتى ولاب امتى وتمرن امتى الحارضة فيه خطأ اداري واضح قولا واحدا خطأ اداري واضح الهدف الاول خطأ اداري واضح الهدف التانية قولا واحدا يعني لا يعني اي واحد بيكتب او اي واحد بي بي 입مح حاجة وعايز يضرب في شخص ولا يضرب في مؤسسة ولا يضرب في نادي هو حر يعني يعني لو هو ده قابله على ضميره وقابله على شخصيته وبيبص في مراته بيحتنم ذاته وشخصه يعني خلاص بي بتاعته يعني لكن أنا ما بزعلش من الكلام ده خالص ومش عايز أقول ما فيش تأثير عليه لكن خلاص أنت عايش في أجواء لابد أن أنت تبقى متوقع بين اللحظة والتانية حاجة هتتعرض عليك أو حاجة هتتعرض لها فلازم تكون ثابت يعني وين بعد ينجي من السفر ويلعب إزاي؟ مش هفروض هرب ما نجيش أنا بقولك يعني هو أي حاجة حتى لو النهاردة يعني حصلت حاجة مثلا في مطار تركيا محدش عرف في مثلا أوكي هو جه من باماكو لإسطنبول ومن إسطنبول على مصر لو المعلومة دي مثلا اتعرفت ولا حاجة كان قال لك ده خلاص ده سفر على تركيا يعني زي ما قلت لك يعني ما فيش مشكلة خالص طالما أنت راجل في الشغل العام يعني لازم تتحلى بالصبر زي ما بقولوا اتنين أن يبقى عندك ثبات في المتحق أو الزم تعود ما حرضك كنت تنسيني على الجرأة أو على إجابتك الصريحة أو متزعلش مني وعاوز أسألك سؤال مركب شوية أول حاجة فيه هجوم وتربص دي بحضرتك من أهلوية قبل أي منافس دي حاجة الحاجة التانية مشكلة عادية في قط اللبس ما بين اتنين لعبين عادي جدا خالص حصل بقى سيناريوهات وحكايات ودنيا وقصة فين الحقيقة وليه التربص بيك وإيه موضوع كهرباء يعني بص يعني ممكن أنا مش عايز أقول المفروض شخص أو اللي بتعرض شخص أو رئيس نادي أو مدير كورا أو لعيب أو هو الهدف النادي الهدف الأهلي يعني لكن أنا الحقيقة كان عندي خيارين أو عندي طريقين أو عندي حلين في موضوع كهرباء الحل الأول إن أنا يعني ممكن أجيب ممكن أجيب صبحي ومنتصر والشيال اللي هناك دي وبعد كده أعمل فيديو وأقول يا جماعة كان فيه تمرين وهم يعني أعزمهم في بلكونة وهم مشين كمان أديهم وجبة يروحوا بيها وبعد كده أجيبهم في فيديو والناس كلها تتفرج علينا وبعد كده أقول لهم حصل مشكلة النهاردة يقولوا لا 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 ويحلفوا على المصحف إن ما حصلش مشكلة بل ممكن يحلفوا على المصحف أصلا إن ما فيش تمرين أساسا يعني ده كان حل الحل الثاني إن أنت تقابل موقف بمنتهى مش عايز أقول الشجاعة لأن ده عادي طبيعي جدا في العالم كله ممكن تحصل مشكلة تتعرض لها أو تقابلها كيفية الحل بتاعها وأصلا شعبية الأهلي أو قوة الأهلي أو قيمة الأهلي جات من الأزمات أساسا يعني أو جات من المشاكل ومدى تصدق لها أو مدى وضوحك لها أو مدى قوتك لها ده اللي أنا تربط عليه ومش غيره أصلا يعني مش غيره إطلاقا مهما كان على الأقل لأنا لو مشيت بكرة يبقى قدام مرايتي أو قدام ولادي أو قدام شخصي أنا باحتنم شخصي وبقى أضره يعني حتى من باب الحاجات اللي هي يعني تخليك تقولي يعني الناس دي بتنام إزاي يعني يعني إمبارح مثلا يعني فيه مراسل بيسأل مسؤول في نادي تاني خالص مراسل فيقول له إيه رأيك في مشكلة الكهرباء اللي هو في نادي تاني والمسؤول ده في نادي تاني ملوش فقورة أصلا والمراسل ده في قناة تانية خالص يعني أول مسؤول ملوش فقورة أساسي يعني فاللي يقول له إيه رأيك في موضوع كهرباء فيرد وقابلها بيقوم مزيع في قناة تانية خالص يجيب أبو الشخص ده اللي هو رئيس النادي ده تمام يقول له إيه رأيك في موضوع كهرباء وسيد عبد الحافظ لما يجي يتكلم بأرقام أو سؤال إيه اللي يخليك تتكلم على النادي مش بتاعك ما تخليك في النادي بتاعك لكن معنا إحنا إنت مباح قول اللي إنت عايزه المزيع أو المراسل يتكلم على النادي الأهل برحته جدا المسؤول يتكلم على النادي برحته جدا ولما ترجع للأستوديو التحليلي المزيع اللي هو بيقول لنا بيوجه لنا الأسئلة ما تخليك في النادي بتاعك يعني النفس مش واخد باله بل بالعكس ده يكمل على الحوار طب يرأيك في رأيي فلان الفلاني اللي بيتكلم على مشكلة تانية أو حدوتة تانية في حتة تانية فده يبدل لك الإعلام ماشي إزاي يا راجل يا راجل ده من سطحية المسؤول من سطحية المسؤول قال لك احنا بنعيش أحلى أيام حياتنا يعني بيعيش أحلى أيام حياته وهو الفرق ما بين وما بين الأهلي عشرين نقطة أحلى أيام حياته وما لو روحت معي كاس العالمين عندها مثلا وما لو قعدت في قوتيل واحد مع برميونيك مثلا وما لو كان فيه يعني مؤتمر فني يعني قل قاعد قصادك مثلا ريال مدريد أو برشلونة هتعمل إيه يعني لو ركبت طيارة أو كنت مثلا في الحفلات اللي في أفريقيا كأحسن نادي أو مرشح لأحسن نادي هترمي نفسك من البرج يعني هتبقى فرحتك عاملة إزاي والمزيع اللي بيسأله ده يعني المزيع اللي بيسأله يقوله آه فعلا صح براه ده 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 تتغيرت خالص أنت عملت كده إزاي والفرق بين وما بين الأهلي عشرين نقطة الفرق ما بين وما بين الأهلي إنه بيأخذ لدوري خمس سنين المزيع ده اللي بيأكد على كلامه المزيع ده قبلها بالأسبوعين تلاتة مثلا يقول لك إيه الأهلي تعادل مع الإنتاج فين الأهلي رجعوا لنا الأهلي الأهلي راح فين يا جماعة الأهلي تعادل مطش الأهلي تعادل مباراة ما كانش بيحصل كده وإنت خمس سنين دوري وفي الآخر عشان يختمها يعني يقول لك إيه أنا أهلاوي لما تسألوني تقول لي أنا أهلاوي أنا بنتمي للأهلي أنا بحب الأهلي أعتقد أن الفرق يعشاسع جدا في سطحية الفكر سطحية الفكر بقالك 16 سنة 16 سنة بتاخد الدوري خسرته مرة واحدة 16 سنة والناس بتقول لك رجع لنا الأهلي الإعلام بيقول لك رجع لنا الأهلي 16 سنة خسرته مرة واحدة آخر خمس سنين أنت بطل الدوري الفرق ما بينك وما بين المنافس المسؤول ده بقول لك أنا عايش أحلى أيام حياتي يعني آخر 6 سنين المنافس ده مش التاني بتاعي أصلا يعني اسموحة المقصة النهاردة أنت بتحارب على المركز التاني اللي ما كانش بحارب معك حد ومع ذلك لأ أنت اللي المفروض تبقى أحسن نادي وانت الأفضل عملتوا كله إزاي الاستقرار عملتوا إزاي عملت إزاي يعني فرق بيني وما بيني الأول يبقى عشرين نقطة وبأنا عايش أحلى أيام حياتي الحاجة الرابعة يعني كم نقطة كده الحقيقة بقى لي كم يوم مستغربة جدا حتى الناس اللي أنت يعني كنت بتسمع لها بمختلف ميولها أو انتماءتها أو تصرفاتها العقل راح يعني العقل ده راح العقل راح بجد يعني يقول لك من ساعة ما رجع الفار أو بدأ الفار الأهلي ترتيبه في الدوري الرابع الأهلي من ساعة ما رجع الفار خسر خمس نقط الإنتاج ثم الزمالك يعني خسر خمس نقط أقل فريق خسر نقاطه والأهلي مع أن أنا كنت يعني بقدر دماغه وعقليته حسبيا وفكريا وعقليا ورقميا فيقول لك الأهلي الرابع طبعا أنا سأله السؤال بقى تمام مين الفرقة الوحيدة في مصر اللي من ساعة الفار ما تعمل ما أخدتش ولا بنالتي ولا بنالتي المنافس الفرقة لا الفرقة من غير ما تسمي حد مين الفرقة اللي ما تحسب لهاش ولا بنالتي أنا حسب لي ثلاث ضربات جزاء والنهاردة مثلا اتلغالي جول بسبب الفار يعني ممكن لو الفار مش موجود كنت تعادل النهاردة تمام وحتى في مطش الزمالك ده كليا بنالتي صراح مية في المية يعني الفر حسبه أو الفر أكده والرجل تشيك كده لغاية يعني الحسابات والعقلية غريبة جدا يعني آخر حاجة عايز أقولها يعني لأنها يعني اتقلت عليها شخصيا وأنا يعني يعني مش مسألت أنا بقول حاجة والناس تطلع في الاستوديوهات أو الناس تقول أنت بتتكلم في الموضوع ده ليه طالما أمسيني شخصيا أنا هكلمه أو هكلم طالما أمسيني شخصيا في رئيس نادي بيقولك يعني اللعيب اللي عندك ضربك بالأفة قال كده قال كده قال ضربك بالأفة مع صعوبة ومستحيل الكلام ده يحصل عندنا يعني لكن أنا مستغربتوش لما طالع منك الحقيقة يعني لأن أكتر واحد يحس بواجع الأفة هو أنت لأن احنا شفناك قدام مصر وكلها ضربت بالأفة اتنين في مصر يحس بواجع الأفة الراجل ده وستموني لأن ده تضرب عليه وستموني غناله بس شكرا كابتن سيد كابتن أيمان ده كان لقانة الخاص والحصري مع مدير الكورة بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيز اللي وضح فيه أمور كتيرة جدا تخص فريق النادي الأهلي ملوم مبروك كابتن أيمان ملوم مبروك رديو فك عود لك من جديد تفضل